بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين النقاط التي طرحت الحقيقة كثيرة سأحاول أن أتعرض إلى أغلبها بسرعة الحديث عن أن الفصول خاصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيها صياغ من قبيل تسعى الدولة أو تعمل الدولة أو ما إلى ذلك مبرر هذا أننا لا نريد أن نبيع الناس وهما لا نريد أن نكتب نصاً دستورياً ندرك قطعاً أنه غير قابل للتطبيق من غير الواقع مثلاً أن نقول أن الدولة ملزمة بتوفير مواطن شغل لكل العاطلين عن العمل ندرك أنها لن تفعل ولم تقدر دولة في العالم على ذلك فطبيعي جداً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يكون الالتزام في الغالب التزاماً ببذل عناية لا التزاماً بتحقيق نتيجة مثلت أن الصياغة تكون باسم الشعب التونسي ولا باسم نواب الشعب هذا مشروح في التقرير العام ولكن ربما حالة الضوضاء بالأمس لم تسمح بالاستماع إلى هذا الحديث باسم نواب الشعب فيه تواضع أكثر وأسلم من أن يتحدث النواب باسم الشعب مباشرة ويقولون أنهم يكتبون ويتكلمون باسم الشعب مباشرة الحديث عن رفض الأحكام الانتقالية والأحكام الانتقالية فيه كثير من المداخلات أقول ماذا لو لم تكن باباً هذه الأحكام الانتقالية الأحكام الانتقالية فيها فصلاني فقط لعلمكم الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أضافت عدة فصول أضافت فصلاً كاملاً في باب الحقوق والحريات أضافت فصلاً كاملاً في باب المبادئ العامة أضافت فصلاً في مطلع السلطة التنفيذية هذه على الأقل ثلاثة فصول أضافت فصلاً في الأحكام الختامية هذا ما ربع فصول لماذا الحديث عن فصلين بالذات كان ممكن أن تدرجة ضمن الأحكام الختامية ويولي جزء منه جاي من اللجنة وجزء منه جاي من اللجنة ما هو هذا المشكل؟ مشكل في المضامين وربما الحديث في المضامين يفيد أكثر الأحكام الانتقالية ككل مشروع دستور مفتوحة للتعديل للنقاش ويمكن في إطار لجنة التوافقات أو في إطار المقترحات التي تقدم الجلسة العامة سواء كنتيجة للتوافقات الحاصلة في إطار هذه اللجنة أو كمقترحات من النواب منفردين مش منفردين يعني كل خمسة نواب بصرف نظرة على هذه اللجنة يمكن أن يتم تحسين هذه الأحكام ولا ندعي لها عصمة ككل مشروع الدستور الحديث عن مقارنة بدستور 59 واسي صالح أظن لكون الدستور هذا يلا جديد ويذكر فيه لا أعتقد هذا نعتقد أن الدستور بالضرورة محكوم بالفترة التاريخية وبالمرحلة التي يكتب فيها وبالإطار الذي يكتب فيه ولهذا لم نكن نرغب في المقارنة بدستور 59 ولكن إن أردنا المقارنة نقول قطعاً مشروع الدستور ولم يصبح دستوراً بعد متميزاً كبيراً جداً مقارنةً موش بمشروع الدستور وإنما بدستور 59 إن أردنا بصيغاته التي صدرت في 59 أو بصيغاته التي وصل إليها لأن الحديث على دستور 59 وفيه التزكية لهو كأنه دستور نموذجي فيه سلطة قضائية مستقلة كالموجودة في هذا المشروع فيه هيئة دستورية فيه سلطة محلية لا وجه للمقارنة بالتالي معناه الإنسان صحيح ربما يكون عنده منحة لأنه يتمسك بما يعاش معه سنوات ولكن لا وجه المقارنة بين النص الجديد ونص القديم أنه نص لا يستجيب لمطالب الثورة لا أعتقد مطالب الثورة رهي حرية وهذا النص يعج بالحقوق والحريات مطالب الثورة مساواة والمساواة موجودة مطالب الثورة وحيادة وهذا موجود فما يبدأش الإنسان ينظر للثورة من زاوية وحدة ويقول هذه هي مش موجودة إذن الدستور لا يستجيب لتطلعات الثورة الفصل السلطاش والإشكالات المتعلقة به وأنه يدستر لميليشيات توصيغة القديمة وكانت ربما ملتبسة بعض الشيء أما هذه الصيغة التي تنص صراحة على أنه هذا الاستحداث لا يكون إلا بقانون والغرض امتاعه لخدمة الصالح العام إما أن ندرك أن هناك وضعيات قائمة في الواقع لا يريد الدستور أن يتصادم معها وبالتالي يزم يرعاها في النصوص وإلا نكتب النص بتجرد ومبعد نقول الواقع ينضبط له اليوم في الواقع عندنا قوات مسلحة لا هي في الجيش ولا هي في الأمن حراس الغابات اللي هما مسلحين يتبعوا لوزارة الفلاح الديوانة اللي هي تتبع لوزارة المالية عندها وحدات مسلح ولا تدخلها في الجيش ولا في الأمن إما أن نفتحوا المجال للدولة بأن تتأقلم مع وضعية قائمة ولا نقولوا لا ما ثم إلا الأمن والجيش ووقتها يصدر الدستور ونمشوا نعاودوا نظموا الواقع وهيكلة الدولة فهذا اختيار وينجم جلسة العامة تقير الخلافة لكن لنستوعب انعكاسات النص على الواقع الحديث عن الصفة الجمهورية الأمن الجمهوري والجيش الجمهوري لابد من أن يكون هناك مسؤولية في اختيار الصفات والمصطلحات وانعكاساتها القانونية في حدود ما اطلعنا لم نجد دستورا يتحدثوا عن الأمن بوصفه أمنا جمهوريا في الجمهورية الدموقراطية وإلا غيرها ولا الجيش بوصفه جيش فأن ننظفوا مصطلحة جديد ومن بعد تبقى الناس تنازع في الدلالة قد لا يكونوا أمرا سليما ويبقى للجلسة العامة ربما تقرروا خلاف ذلك الحق في الماء والشباب وحذفه وهذه لا تضيف شيئا يبدو حسب ما سمعت التدخل الصباح يبدو وكأن الأمر يتعلق باطلاعا على الفقرة الأولى فقط من الفصلين ثمانية وثلاثة واربعين أذكر فصل ثمانية يضم فقرتين سحجاء فخر الصفحة معنا الفقرة الثانية في الصفحة لبعدها والفصل ثلاثة واربعين أيضا يضم فقرتين الفصل الخاص بحق الماء وحق الماء من أحدث الحقوق قدستير الحديثة موجود فيها وأيضا فيه التزام للدولة والمجتمع بترشيد استهلاك الثروات المائية فهذا فيه إذن التزام وبالنسبة للشباب هناك التزام من الدولة بتيسير انخراطه في العمل العام ومن تطبيقات الفصل ثلاثة واربعين الأحكام الموجودة في باب السلطة المحلية التي تنص على ضرورة احترام تمثيلية للشباب في المجالس المحلية المنتخبة مسأل تجريم التطبيع والحديث عن إملاءات وفرض ما إلى ذلك الخيارات عندما تتخذ تتخذ لمصلحة البلاد ولمصلحة النص الدستوري وكان لدينا اختيار بين التزام بالفعل والتزام بالامتناع وفي القانون الالتزام بالفعل بالضرورة أوسع من الالتزام بالامتناع أن نلتزم بدعم حركة التحرر الفلسطيني فهذا يستوعب عفواً بالضرورة عدم التطبيع ولكنه لا يكتفي به بل يوجب فعلاً لدعم حركة التحرر الفلسطيني وبالتالي فما تم تحويل كان لمصلحة النص الدستوري ولمصلحة التأكيد على التزام بالدولة تجاه القضية الفلسطينية ولا أظن ذلك محل اختلاف المشكلة متع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والخوض في المضامين وما إلى ذلك هذه ربما الكثير يريد أن يتحدث فيها بعجالة بعض النقاط فيها الفصل 104 تم تعديله في إطار تعديل النظام الداخلي أذكر فصل 104 في صيغاته الأصلية كان يتحدث عن أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تضبط وتعده وشيك هذا طبق قرارات الجلسة العام حذفت طبقة وعوضت باعتمادا وحذفت الجلسة العامة وعوضت بحصيلة عمل اللجاء تغيير طبقة باعتمادة يؤكد إفساحها مجال للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أكثر من مما تقتضيه عبارة طبقة لأن تبقى تقتضي الالتزام الدقيق بما يرد في حين أن الاعتماد يعني أن يكون عماد العمل ما ورد من اللجان وقد كان ذلك كذلك اثنين الفصل 104 والفصل 65 كلاهما الفصل 65 لمن يسمعنا يتحدث عن اللجان التأسيسية والفصل 104 يخصها هي مشتركة تسيق والصياغة كلاهما يعتمدان عبارة صياغة ما قامت به اللجان التأسيسية من إعداد مشاريع الفصول كان تنفيذا لما يقتضيه الفصل 65 من صياغة ما قامت به لهيئة المشتركة التنسيق والصياغة كان في إطار إعمال نفس العبارة ونفس المفهوم وهو الصياغة مع أن يكون ذلك اعتماداً على أعمال اللجان التأسيسية ثم ما معنى أن ينصف الفصل تستناسي بآراء أهل اختصاص يقولون هذه غالطة يقولون غالطة غالطة خليها نحن ما عندنش حق نمسوا المضمون يقولون هذه ناقصة يقولون ناقصة ناقصة ما نمسوش المضمون إما لا جايبينهم ليش ماشي بردوا قلوبهم ثم منطق في فهم النص القانوني طالما أن اللجنة الهيئة عفوا مدعوة لاستناسي بها الاختصاص فهذا يوجب عليها الخوضة في الأصل مسألة أخرى طبيعة النص الوارد من اللجان وخص لجنة السلطة التشريعية وسلط تنفيذية والعلاقة بينهما عندما يرد نص بصيغتين لا يمكن أن يدرج جزء من مشروع الدستور التصويت على مشروع الدستور يفترض صيغة أصلية ترد في شانها مقترحات للتعديل لا يمكن أن ندخل الجزء العام برأيين ثم أنا رئيس اللجنة عندما حضر اجتماع الهيئة المشتركة التنسيق والسياغة في ثلاثة أفريل قال بصريح العبارة هناك جملة من النقاط قررنا أن لا نصوّط عليها في اللجنة ونطلب من الهيئة إن تبُت فيها قمنا بواجبنا وبتتنا فيها مسألة أخرى هي أن النصوص الواردة من اللجان تتضمن أحيانا نقصا وأضرب مثالا على ذلك عندما ترد الفقرة الثانية من الفصل متعلق بحرية تعبير والنشر الإعلام وما إلى ذلك الفقرة الأولى تخص الضمان هذه الحريات مضمونة الفقرة الثانية تخص الضوابط ورد الفصل من اللجنة لا يتضمن حرية النشر كحرية مضمونة ويتضمنها مضبوطة كان من واجبنا أن ننصص على حرية النشر الفقرة الأولى لأنه لا يمكن أن الحرية لا تضمن مستل استقالة وطلبت في الجلسة العامة وكنت شخصيا طلبت ذلك هل يعقل أن الدستور لا ينظم استقالة رئيس الجمهورية واستقالة رئيس الحكومة طلبنا من اللجنة طلبنا من اللجنة في النقاش العام أن تتدارك ذلك النقص ولم تفعل كان من واجبنا أن نفعل وتداركنا النقص مسألة أخرى الحوار الوطني الذي شاركت فيه سبع أحزاب وطلبت من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أن تدرج مضمونة الاتفاقات في مشروع الدستور هذه الأحزاب تسلم بصلاحية الهيئة لذلك ثم يأتي نوابها ليحتجوا هذا شأن داخل الأحزاب لا نخوض فيه بالنسبة للأحديث على أن الهيئة المشتركة التنسيق والصياغة تدخلت في باب الحقوق والحريات لتمسح ديشن فصل من ضمن 22 فصل تقريبا أعطيكم مثال من تدخلات الهيئة المشتركة التنسيق والصياغة الفصل 36 حاليا كان 31 في مشروع اللجنة كانت عبارته الحق في الاجتماع والتظاهر استعمل عبارة الحق عدلتها الهيئة وقالت أن الأمر يتعلق بحرية بدلناها حرية الاجتماعي والتظاهر هذا يحصى من ضمن ما غيرته الهيئة لا أقول أن الهيئة اكتفت بتغيير بعض الصياغات فقط عندما ورد الفصل الخاص بحرية التعبير وأوردها كحرية مطلقة بحقوق الغيري وبسمعتهم رأت الهيئة أن هذه الحرية كما هو الشأن في العهد الدولي للحقوق المدنية وسياسية وفي المواثيق الدولية ليست حرية مطلقة إنما يحدها عدد من الضوابط في طليعتها سمعة الغيري وحقوقهم ولهذا أدرجت في الفقرة الثانية مسألة توازن الهيئة هذه الهيئة المشتركة التنسيق والصياغة تشكلت على أساسي تركيبة مكاتب الليجان اللي هي نفسها متشكلة على أساس تمثيل النسبي هذوما 12 من 16 هم آلياً رؤساء ومقررين الليجان أنه من بعد صارت حركة في الكتل هذا لا يعنينا في شي لأنه البعض اليوم يقدم تركيبة الهيئة بالصيغة الحالية للكتل حال أنها تشكلت في فيفري مش الماضي اللي قبله ثم ثلاثة من الناس انتخبتهم من جلسة عامة انتخبتهم من جلسة عامة مباشرة معاش تماماً لمحاصة ولا غيره هذه تركيبة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة فضلاً عن أن هذه الهيئة لم تعتمد التصويتاً مطلقاً وفي كل عبارة في كل عبارة موجودة في مشروع الدستور لم يعترض عليها من 16 أكثر من شخصين 2 من 16 ما فتناهمش أكثر من هيكة توافق ثم وقت إيش صار الإشكال وقت لوردة الحصيلة متاع الحوار الوطني متاع السبع أحزاب في قصر الضيافة جاءت منظمين محددة وطلب إدراجوا في مشروع الدستور وقتها تترحي إشكال لأنه ثم نشكول مش مشارك في الحوار الوطني وكان يمكنه أن يعترض وكنا ملزمين أخلاقياً بأنه كي يعترض نقولوا يا ذي أمانة متفقين فتنا عدوا الجلسة العامة وتصادق عليها وتدرجها في مشروع الدستور ولكن نشكر لزملائنا أننا لم نعطلوش التوافقات الوطنية سجلونا تحفظاتنا ويدرجوها في مشروع الدستور وهو اللي خلانا في بعض المضامين وصلنا إلى خمس تحفظات في ذلك شأنه كل هذا موجود في التقرير العام لكن البعض ربما ما سمعيش أمس لأن الله في حكاية أخرى إذن بالنسبة السيد السامي حمودة مفضل الأحديث على أنه لا نجد نعم ما نتكلموش مع بعضنا يهديكم سيد رئيس إذا كان يحبوا كل نقطة نذكر الزميل اللي ذكرها والرد مواجه له بالتالي أنا قاعد نجاوب على ما ذكره الزملاء أو صباحاً ما نيش نجيب في نقاط من عندي باهي نبدأ نسمي الأستاذ مراد العام دوني وقت ليقولي لكونه ما ثميش حتى التزام على الدولة يقضي وقت لي نقوله على الدولة خي موش التزام هذا في باري في اللغة العربية يقوله على الدولة راه التزام وقت لي نقوله يحجر على الدولة هذا يا مو منع إذن كيفيش هذا الكل نقوله لا باب الحقوق والحريات لا فيه لالتزام ولا حد شيء بالنسبة سي إبراهيم القصاص لحديث على أن ننسينا شعبنا وتقديم الشعب وكانوا مجموعة من الجياء لاحقق رأوا لا يليق ما نقوم به فيه تحقيق لأهداف الثورة وفيه تلبيات لطموحات شعبنا ينجم يكون مش بالدرجة المطلوبة نسعى إلى تحسينه ثلاثة سنوات هذه الحقيقة ثم مشكلة في فهم مغلوط البعض يعتقد ثلاث سنوات افهمها أن المجلس الوطني التأسيس سيواصل العمل لمدة ثلاث سنوات لا أساس لذلك مطلقا هذا نص الدستوري لم يكتب في فراغ كتب والمجلس الوطني التأسيسي قد صادق على رزنامة تنص على أن الانتخابات تكون في سنة 2013 لكن الثلاث سنوات متعلقة بنقطة وحيدة اللي يدفع بعدها من الدستورية وأدريجت من أجل ضماني نجاحي تجربة المحكمة الدستورية وموجود هذا في بعض التجارب مقارنة وعندما يطرح الأمر ربما يتم تناوله بنقاش أكثر الحديث على أنه الأخت مونة بن نصر كان بيودي تكون حاضرة تقول لمن تلي التقرير العام يوم أمس تلي التقرير العام للقاعة وكل النواب الحاضرين فيها إلا من أباء وتلي للشعب وكان الصوت واضحاً وسمعه الجميع بوضوح الحديث ما معنى المقدس وما معنى الدين طرحه سي كريم كريفة لا أعتقد أن الشعب التونسي لديه إشكال في معرفة المقدس يوم أن تمت الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم ما خرجوش الناس وقال له السعن ثبته مقدس ولمش مقدس بش نخرجوه الشارع عنه ما نخرجوش المقدسة واضحة ولا تحتاجوا إلى توضيح دستوري السؤال طرحه سي منصف الشيرني ما المقصود بحرية الضمير حرية الضمير وردت في الفصل جوهره الحديث عن الدين فانعكاسها الأصل في هذا السياق حرية الضمير هي حرية ذلك المتدين في أن يخرج عن دينه اللي كان نحبه نستعمل المصطلح المدور الرد الخروج من الدين نعتقد الإسلام اليوم لا يحتاج منافقين مطلقا لا يحتاج إلى أن يبقى إنسان في إطاره مكرها هذا فهم في إطار السياق التي وردت فيه عودوا للسياق يتحدث عن الدين يتحدث عن المقدسات ولهذا أذكر أن هناك منظمة حقوقية طلبت إخراج حرية الضمير من الفصل 6 حتى لا تفهم بهذا الفهم وراجعوا موقف منظمة هيومن رايتس واتش التي تقول بأن ورودها في هذا السياق يكون بهذا المعنى طيب بالنسبة سيد الحبيب رجاء أن أوجز ولا نعود لي نعم على وشك أن ننهي هذه الملاحظات بالنسبة لمسألة مدنية الدولة والتراجع عن مدنية الدولة مدنية الدولة للتذكير لم تكن موجودة في سورة 59 وهي تقريباً التنسيس الوحيد الحاضر ثلاث مرات حاضر في التوطية حاضر في فصل الثاني وحاضر في فصل 141 ومع هذا نقول هناك تراجع على مدنية الدولة لا أعتقد سي حطاب بركاتي قال أن هناك تراجع عن الطلاق أنا في بالي في التوطية أشرنا الإسلام أشرناش المسيحية فكيفاش نفهمه أنه بالدستور والأحكام الحالية بشيولي الطلاق ممنوع أحقيقة تعذر علي فهم هذا الحديث متاع الزميل سلاح دين زحاف كان ملتفتاً إلينا ويقول تُو خايفين وتبقوا خايفين أنا معني بشي نقوله عشنا رجال ونبقوا رجال نظلم ولا نخضع الحديث على الخوف في غير موضعه ربما يخافوا ناس آخرون شكرا